تراجعت أسعار النفط بعدما تكبدت خسائره في نهاية تعاملات أمس مع سيطرة مخاوف ضعف الطلب الصيني على معنويات المستثمرين وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر إلى 79.5 دولار للبرميل بعد تراجعها بـ 1.16% في ختام تعاملات الاثنين وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 14% إلى 75.5 دولار للبرميل ويرى المحللون أن أسعار النفط تواجه ضغوطا على المدى القصير في ظل استمرار مخاطر ضعف الطلب في الصين إضافة إلى احتمالات زيادة إنتاج بعض الدول الأعضاء في تحالف أوبيك بلس من النفط في الربع الأخير من العام الحالي